هاي يا بنات ازايكم يا رب كلكم تكونوا بالف خير لو دي اول مرة بتشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة النهاردة يا بنات في الفيديو بتاعنا هعمل لكم ريفيو عن ديودرنت بوبانا فلو مهتمين كملوا الفيديو للاخر بوبانا يا بنات في الفترة الاخيرة نزلت لاين جديد في ثلاث انواع من مزيلات العرق او من الديودرنت وبرضو نزلت لاين جديد من آآ انواع غسول للبشرة وجربتهم وعملت لكم عنهم ريفيو هسيب لكم لينك الفيديو في الديسكريبشن بوكس علشان لو حابين تشوفوه طبعا عارفيني ان دي مش اول مرة اجرب منتجات بوبانا انا على طول بحب جدا ان انا اجرب منتجاتهم لانها سعرها رخيص ومتوفرة بسهولة وفي نفس الوقت النتيجة بتاعتها بتكون كويسة ومقبولة فبحب اجربها جدا وجربت منهم منتجات كتير قوي وعملت لكم عنها ريفيو هات كتير جدا فهسيب لكم لينك الفيديوهات في الديسكريبشن بوكس علشان لو حابين تشوفوها في الفترة الاخيرة زي ما قلت لكم آآ عملوا لاين جديد في تلات انواع من مزيلات العرق هسيب لكم صورهم فحبيت بصراحة ان انا اجربهم واتحمست ان انا اجرب آآ اللاين الجديد ده فاشتريت ديودرنت اللي هو لونه تقريبا بينك ومكتوب عليه ان هو تفتيح آمن آآ بجربه او بستخدمه ليا تقريبا آآ شهر وحب ان انا اعمل لكم عنه ده شكله يا بنات من قريب مكتوب عليه انه تفتيح آمن وتمانية واربعين ساعة ماية وانه مفهوش كحول او الامونيوم وانه فيه فيتامين سي والحجم بتاعه خمسين ملي تشوف اللي مكتوب من وره مكتوب انه مزيل لرائحة العرق وتفتيح آمن ودي المكونات بتاعته علشان لو عايزين تعرفوا المكونات ده يا بنات مزيل لرائحة العرق مش مضاد للتعرق طبعا فيه نوعين من مزيلات العرق نوع بيبقى مكتوب عليه انه هو مزيل لرائحة العرق ونوع تاني بيبقى مكتوب عليه مضاد للتعرق ده طبعا مش كويس ومنصحكمش ان انتو تستخدموه لاني مع الاستخدام بيعمل امراض جمان بيغمى آآ لون البشرة فده طبعا مش كويس لما تيجوا تشتروا حاجة زي كده تأكدوا ان هو مكتوب عليه مزيل لرائحة العرق او تتأكدوا انه مكتوب عليه ده اهم حاجة فا آآ المزيل بتاع بوبانا ده ديودرانت يومزيل لرائحة العرق فهو آمن جدا آآ كمان زي ما قلت لكم ان هو مفهوش كحول او الامونيوم وكمان فيه فيتامين سي فدي حاجة كويسة جدا عاز اقول لكم انه سعره رخيز جدا جدا اشتريته بتمانية وعشرين جنيه وهتلاقوه متغفر في اي صيدلية فسعره كويس اوي وشايفه رخيز جدا بالنسبة آآ لمزيل آآ لرائحة عرق مفهوش اي مواد ضارة آآ لما بتروحي تشتري آآ تيودرانت وعايزها يبقى من منتجات طبعية وما يكونش فيه اي مواد ضارة سعره بيبقى غالي جدا لكن آآ بوبانا عملت حاجة سعرها رخيص وفي نفس الوقت مفهاش اي مواد ضارة فدي حاجة حلوة اوي تجربتي معا او رأي في زي ما قلتلكو ان انا ليا فترة باستخدمه فترة مش قليلة باستخدمه تقريبا ليا شهر آآ رأي في ان هو كويس جدا كديودرانت مش بيطلع ريحة عرق ده حلو جدا وفعلا آآ بتعادي تمانية وربعين ساعة من غير اي ريحة عرق ده فعلا آآ بالنسبة ان هو بيفتح البشرة فملاحظتش خالص اي تفتيح للبشرة ولو هيعمل نتيجة هتبقى النتيجة بتاعته ضعيفة جدا وتستمر عليه فترة آآ لكن انا بصراحة ملاحظتش اي نتيجة في تفتيح البشرة كمزل رائحة العرق النتيجة بتاعته كانت كويسة جدا آآ ريحته بقى هي ريحته حلوة بس مش سابتة ومش قوية ومش هتعد فترة خالص يعني انت بس هتشم الريحة بتاعته انت وبتستخدمي اثناء الاستخدام هتلاحظي الريحة بتاعته بعد ما تخلصي بعدها بيتية او ديئتين مش هيبقى في اي اثر للريحة بتاعته ريحة بتاعته ضعيفة جدا مش قوية ومش سابتة فمش هتعد خالص فلو انت محتاجة ديودران تيكون ساره رخيص وما يكونش في اي مواد ضارة ويكون من مواد طبعية وما يزرش ريحة للعرق لمدة يومين فانا انت صاحب جدا ان انت تجربي هيعجبك اوي بالنسبة للنتيجة بتاعته في التفتيح زي ما قلتلكم النتيجة بتاعته ضعيفة اوي الريحة بتاعته برضو ضعيفة اوي اوي مش سابتة فده كان رأي فيه وبكده يا بنات يكون الفيديو بتاعنا خلص يارب يكون عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتركوا في قناتي علشان يوصل لكم كل الفيديوهاتي الجديدة لو اي حد تجربوا قلوا لي رأيكم في الكومنت واشوفكم بخير في فيديو جديد